بعد رفضها الاستعناف المقدم من قبل الكنيسة الأرثذوكسية حول استيلاء جمعية عطريت كوهانيم على أراضيها في مدينة القدس أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية برفض الاستعناف الخارجية وفي بيان اعتبرت أن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض الاستعناف المقدم من قبل الكنيسة سيثبت أن القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ مما وصفتها بمنظومة الاحتلال السعية لتهويد مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية على حد سواء البيان دعا المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وتفعيل نظام الحماية الدولية للفلسطينيين عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص كما طالب بيان الخارجية الفلسطينية لإدارة الأمريكية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها ويعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على إسرائيل لوقف أنشطتها المختلفة لا سيما الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت الأربعاء قرارا بتثبيت ملكية جمعية عطريت كوهانيم لعقارات وأراضي الكنيسة الأرثذوكسية في القدس بحجة شرائها بشكل قانوني هذا وعبر رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس يوم الجمعة في بيان أنقلقهم من قرار المحكمة الإسرائيلية رفض الاستأناف المقدم من قبل الكنيسة وتثبيت استيلاء الجمعية الإسرائيلية على أراضيها هذا وتدعي جمعية عطريت كوهانيم أنها اشترت هذه الممتلكات من البطرياركية في عهد البطريارك السابق أرينيوس ولكن البطريارك الحالي ثيوفيليوس الثالث قال أن العملية شابه الكثير من التزوير والتلاعب مؤكدا رفضه لها